يعني نظرة أو إطلالة خفيفة كده على الأهل والترسانة في مواجهة بكرة صعبة من السهلة يعني صعبة جدا غيابات كتيرة ظروف كتيرة بتحوط حول الأهل لكن في النهاية أنا استعرضها مع نجمنا كابتن عادل طعيمة وكابتن حمد الصدي وكابتن أسامة حسني هقول لكم بعض الأخبار السريعة وبعدين نطلع بفاصل ونرجع نستقبل ديوفنا بإذن الله خلينا أقول لكم الأهل بيخد مباراة الترسانة باختيار كارتيرون 20 لاعب شريف إكرامي وعلى لطفي حارسين فقط هشام محمد وإسلام محارب وصبر رحيل أحمد حمودي ومؤمن زكريا وأحمد حمدي وكريم ندفد وأحمد ياسر ريان ومحمد عبد المنعم يبقى عنصر جديد هو محمد عبد المنعم اللي هو لعب آآ آآ الشاب موليد 99 لعب جيد جدا وكان طلع أسانة الفاتت بشكل كويس وإن شار رحمان يبلوم مستقبل كويس أحمد علاء يعني كمان آآ الراجل المنتقل من الداخلية للأهل عمر السلية عودة حميدة بإذن الله يا عمر ومحمد شريف إن شاء رحمان يكون له مكانة في التشكيل الأساسية بكرة أحمد الشيخ ألف مبروك يعني إن شاء رحمان بإذن الله يكون له دور بإذن الله بكرة سواء كان أساسي أو احتياطي أو يشارك بعض الوقت يا أحمد أنت لعب كويس هقولها لك للمرة المليون فلعبت من الأول لعبت بعد شوية يعني إن شاء رحمان تأدي بشكل كويس ميدو جابر ما شاء الله رجع كمان هو ناصر ماهر هل ممكن يبقى له دور ولا أكرم توفيق هل ممكن بكرة يبقى لباك رايد في غياب أحمد فتحي وباسم علي يتعور ومحمد هاني وانضمام المنتخب محمود الجزار ده لعب كويس أوي كان لعب مباراة المصر السنة الفاتت وأدى بشكل كويس أوي وعمار حمدي المنتقل من النص ده لعب مهاري بشكل هايل جدا طيب كان فيه محاضرة فيديو الجهاز الفني وكارتيرون عمل محاضرة للعيبة جمع فيها لقطات بتاعة نادي الترسانة احنا كمان عندنا شوية لقطات لنادي الترسانة عندنا شوية لقطات كمان لنادي الترسانة ماشي بعد شوية يبقوا معنا نجمنا في التحليل نستعرض الموضوع ده معاهم يعني مؤمن زكريا كان بيتعرض لحاجة في الكتف هي معتادة عند مؤمن يعني فبتترد على طول كتف بيترد على طول ممكن بيبقى فيها قلم يوم أو يومين بس بيرجع بشكل كويس إن شاء الله الرحمن يعني مفيش مشكلة صلاح محسن بيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي مفيش أزمة عنده إن شاء الله يكون موجود في مباراة وفاء سطيف وفاء سطيف المدير أو رضا بن إدريس اللي أنا قلت له حضراتكم أنه استقال إن بارح كان أن له قاعدة أو كان عنده اجتماع مع رشيد التوصي اللي هو المدير الفني ويبدو إن الماء هترجع لمجاريها وهيخش الجهاز تاني يبدو كده في الأزهان علي معلول طار لتونس خلاص هو مش موجود في مباراة الغد لكن راح تونس هستاني في علاجه هناك مع المنتخب تارترون مرن اللعيب النهاردة على ضربات الجزاء وعمل قاعدة مع علي لطفي